وسط إقبال واسع عليها تنتشر في محافظة قلقيليا نوادي ركوب الخيل حيث تساهم في الترفيه والترويح عن النفس إضافة إلى فوائد هذه الرياضة الصحية على جسم الإنسان أنا من هوية أحب الخيل وحبيت أن أتعلمه هيك وبنصح كل شاب أو شاب أو طفل أنه يتعلم ركوب الخيل يجعل الجسم أحسن عنده لياقة الشاب أحمد هنية من قلقيليا تمكن من توفير أكاديمية خاصة لتعلم ركوب الخيل إيمانا منه بأهمية هذه الرياضة ودورها الثقافي والتاريخي في حضارتنا إحنا هنا نعملنا الأكاديمية ووفرنا لكل فارس الأرض الخصبة عشان يتعلم فيها كافة رياضات الركوب الخيل والفروسية الخيل كثير له فوائد يعني لو بدنا نحكي عنها ما بنخلص منها بتساعد على التعزيز الشخصية سرعة ردة الفعل الثقة بالنفس العالي يعني كل المتطلبات اللي بحب الإنسان يلاكيها بحال وبتلاكيها بالفارس اللي بتعامل مع الخيل وبركب الخيل إحنا عنا هنا مثلا نتعامل الخيل كله على وقت محدد نتعامل معهم الثلاثة واجبات الصباح اللي هي واجبة فطور وواجبة غدا وواجبة عشاء وكمان عنا التدريب اللي عنا ضمن أساسيات وقواعد يعني عالمية ومحلية إقبال المواطنين على اختلاف أعمارهم نحو تعلم ركوب الخيل ومهاراته يعزز من الثقة بالنفس علاوة على الدور الهام في تقوية المهارات الذهنية والبدنية لطالما كان الخيل عنوانا في قصائد الشعراء ورمزا للقوة والعطاء فالإقبال على تعلم الخيل يعكس الشغفة وحب هذه الرياضة من محافظة كالقيليا أنا للجدع تلفزيون فلسطين